بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء لما يكون عندنا فقرة بتتكلم عن الجليس ونكون خلاص عندخل على رمضان أكيد لازم الجليس يكون إيه؟ لازم الجليس ده يكون القرآن لأن القرآن في الحقيقة جليس فريد جليس أصلاً موصف بأنه كريم ورمضان إذا كان رمضان كريم محتاج جليس يكون كريم كريم ليه؟ لأنه ماذا؟ لا يخلق على كسرة الرد لا تنتهي عجائبه ولذلك هذا الجليس وصفوا أهل القرآن والقراءات بأنه خير جليس زي ما بيقول مثلاً إمام الشاطبي صاحب متن الشاطبية في علم القراءات وخير جليس اللي يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملة يعني إيه اللي حاصل؟ يعني كل ما تكرر يزداد جمال زي ما بيقولوا كده فكلا ما كنا بنتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لمسلم فضلهم قلت البخاري أعلى قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى التكرار في القرآن يخرج لك شهد الوصال ويعرفك كيف نثر الله الجمال في خير دال في القرآن الكريم الذي يهديك إلى الله سبحانه وتعالى على كل حال قرآن ده عجيب قرآن ده الله سبحانه وتعالى استفى به أحب خلقه إليه بيبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ادخر له القرآن وخبأه له حتى جاء صلى الله عليه وسلم ففتح عليه كنوز الأولين والآخرين إزاي؟ بقرآن يدل على كلام رب العالمين يا سلام وإحنا نلاحظ أن القرآن الكريم والسنة بيأكدوا الترابط ما بين القرآن والصيام عشان يبقى ده أفضل جليس ممكن نجلس معه في رمضان خصوصا أنه إحنا بنستقبل هذا الشهر المبارك المنور اللي هو في الحقيقة هو أحد أهم أوصاف شهر رمضان إنه هو شهر القرآن ده اللي ربنا بيقول فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يبقى إلا حاصل لازم إحنا لما ندخل على رمضان لازم نكون عندنا حال مع القرآن الكريم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هتجدوا جمع ما بين القرآن والصيام في حديث عجيب إيه الحاصل إيه منيتك الكيس من دان نفسه وعمل إلى ما بعد الموت لقاء الله إيه أكتر حاجة أنت تتمناها لما تلقى الله الشفيع فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب الصيام والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني شوف الارتباط ويمكن ده اللي يكشف لنا إيه اللي خلى هذه الحالة العجيبة ما بين مذكرة سيدنا جبريل لرسول الله القرآن في رمضان فكان سيدنا جبريل عليه السلام يعرض على أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرة كل عام حتى كان العام الذي انتقل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه للرفيق الأعلى عرض عليه القرآن مرتين فعرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى حبيبي يعني إذن حضرة النبي علمنا من خلال كل الدوال على أن أفضل جليس ممكن نجلسه في رمضان هو القرآن يعني لابد أن احنا نجالس القرآن ونعرضه على قلوبنا يعني إيه نعرض القرآن على قلوبنا في كثير من الناس بيعرضوا القرآن على ألسنتهم وعلى عقلهم بس الأهم أن احنا نعرض القرآن على القلوب لأن القرآن نزل على قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن موضوع لينزل على القلوب فيخسلها وينورها ويوسعها فترى رب العالمين فكأن القرآن يتنزل في هذه اللحظة فيرون كل أنوار الله سبحانه وتعالى ويبقى القرآن ساعتها ألم نشرح لك صدرك فالقرآن يشرح الصدور وإن شاء الله احنا في برنامجنا في رمضان السنة دي في برنامج ولا تعسروا يكون عندنا حال مختلف مع القرآن وعن حاول أن احنا نعرض القرآن على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى عمالنا ومستقبالنا وسعادتنا علشان نعيش بالقرآن ويبقى دوات باب من أبوام مجالسة القرآن الصادقة اللي تزدنا نور ورحمة وخير وجمال وإحنا بنعمل كده كمان عشان عارفين قول السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض فأردنا أن يتحول القرآن إلى ماذا؟ إلى حياة وعشان كده كنا بنعمل بواسية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه لما حضرت النبي قال له عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء الحديث ده لازم نعرضه على قلوبنا عليك بالقرآن شوف حضرت النبي بيقول لي سيدنا أبي ذر ماذا؟ عليك بالقرآن فإنه إيه؟ هو بيكلمه على القرآن فبيعرفه إزاي هو نافع ليه في الدنيا ونافع ليه في الآخرة فعشان كده لازم نخلي بنا إن اتخاذ القرآن جليس وفهمه والمدومة عليه ده مش خيار ممكن أعمله أو ممكن ما أعملهوش لا الحقيقة القرآن مجلسته مش بتكون مجلسة ميزاجية القرآن المجلسة بيه مجلسة نفس مجلسة حياة مجلسة روح القرآن ده نزل من نفس المكان اللي بيتنزل عليه روحي فهم متجانسين فأنا لو عشت مع القرآن روحي تترقى وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي هيحصل بيعرضنا أمر مهم جدا إن القرآن ممكن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إلى الله سبحانه وتعالى وناس هجروا القرآن يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب ما تجعلناش منهم لا إحنا بناخذ القرآن ماذا؟ جليساً حبيباً ونعيش معاه فالقصد من إن القرآن يكون جلسنا مش مجرد إن إحنا نتلوه نردد الآيات فيه لا إحنا نفهمه ونعمل به سيدنا عمر بيقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يكن يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن يعني إيه اللي حاصل؟ كان بيحول أوعى تفهم كلام سيدنا عمر إنه هو بيعمل إيه؟ بيطبق الآيات اللي هو كلمة التطبيق اللي جاءتنا بيها التدايون الكمي لأ سيدنا عمر كان بيحول القرآن إلى حياة ولكم في القرآن يا حياة فإحنا إيه اللي بيحصل؟ كان سيدنا عمر والصحابة كانوا يتعلموا العشر آيات ويعملوا إيه؟ ويحولوا العشر آيات إلى حياة يعني مش بيطبقوها أسلوه بعض الأحيين بيبقى أنا أروح أطبق القرآن خلينا أقول لكم بعض اللفتات المهمة وإحنا نتعامل مع القرآن كثير من الناس أمه بيقولوا إحنا رحين نطبق القرآن بيكونوا بيطبقوا أفكاره معنا القرآن لكن القرآن يطبق لما تؤمن بقيمه لما تؤمن بأنواره لما تؤمن بما فيه من مدد مش إن أنت تطبق اللي فيه فلما يعرضك شيء من التطبيق بتاعه تسيبه لا ده القرآن حياتك القرآن ممكن يغير كل مخاوفك القرآن ممكن ياخدك إلى علم أوسع القرآن ياخد إيديك إلى إنك أنت تعرف حقيقتك القرآن ياخد لك تعرف حقيقة الدنيا القرآن يوصل حياتك الأولى بحياتك الآخرة القرآن يدخلك الجنة وإنت عايش في هذه الحياة الأولى إلا حاصل لما تعرف لمن خاف مقام ربه جنتان وتعرف إن رجائك وخوفك من الله سبحانه وتعالى خوفك إن أنت تطلب رضا فإلا حاصل فتبع من أهل رضي الله عنهم ورضوا عنه فتعيش في الجنة وإنت في الدنيا وتشوف بقى إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيريك نعيمه ولذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة حياة مليانة بجمال ماذا؟ بجمال جنة القرب من الله طيب بعض ممكن يتساءل هاستفيد إيه؟ لما يكون القرآن جديسي هنقوله إنك أنت هتستفاد مش استفادة وحدة أظن كل الناس محتاجة الأيام دي إن هم يجلسوا القرآن ومحتاجين استفادة مهمة أوي وهي الهداية والتوفيق إلى أفضل وأسهل وأنفع الطرق في حياتك وفي أخرتك عشان تعمل إيه؟ تفتح عليك باب الوصول إلى الله اسمع كده قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى في كل شيء وكان القرآن ماذا؟ أوسع باب من أبواب الاتزان أوسع باب من أبواب الوصول إلى معالي الأخلاق أوسع باب من أبواب الوصول إلى أحسن حال وعشان كده حضرة النبي إنما أبواب عسل وأتم من مكارم الأخلاق كان أعلى حاجة فلما أرادوا إنهم يصفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه وصل إلى أعلى درجات الكمال فقالت إيه السيدة عائشة؟ وقال إيه عنه الصحابة؟ كان خلقه القرآن وكان القرآن ده أعلى مرتبة في الحياة اللي يعيش القرآن يعيش أعلى وأرفع وأحسن وأجمل المراطب في الحياة وعشان كده القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي إلى أفضل وأعلى وأكثر الأحوال استقامة فالناس اللي بتشتكي من الحيرة والتردد والألأ وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في الظروف الصعبة اللي إحنا فيها والخوف كمان من المستقبل أكتر حاجة ممكن تطمنكم وتوصلكم إلى رشدكم وتشيل الغشاوة من على أنكم وعلى أقلوبكم هو القرآن عشان كده سلنا الإمام علي رضي الله عنه قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن عشان كده احنا عايزين بس نقول حاجة مهمة قوي لن تستطيع أن تكون جليسا للقرآن حتى تتشوق إلى أنواره يعني عارفت زي زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد لازم تحس أن القرآن ده مسجد فلما بتدخل تتفكر فيه أو بتقرأ فيه فبيحصل لك حاجة اسمها صلاة القلب ليه في حاجة اسمها صلاة القلب لأن بيحصل حاجة اسمها وصل القلب تخيل كده لقلبك لما يسمع كلام الله لما يسمع أن القرآن وكأن الله يخاطبه فيه أجمل من كده فتجد قلبك إيه ده أنا كنت بصلي عشان أستقبل الكعبة أنا دلوقتي قلبي هو الكعبة لأنه هو محل نظر الله ومحل تجل الله عليه بالمخاطبة لأن قلبي دلوقتي ربنا بيخاطبه فأول حاجة وإنت بتقرأ القرآن وإنت بتتعامل مع القرآن لازم تعرف أن القرآن بيفتح ليك أن قلبك يكون محل لتجلي وورود أنوار الله عليك بدي أول حاجة ده أول أدب ده أول حال لن تعرف من تجالس حتى تعرف حقيقته والقرآن هو جنة للأصال جنة للجمال جنة للدلالة على الله إيه الجمال ده كل ده فأنت ساعة ما تجالس القرآن أنت تجالس من يأخذك إلى الله بمجرد المجالسة ولكن ذلك سواء كنت سامع للقرآن أو كنت قارئ للقرآن أو كنت متدبر للقرآن أو كنت محب للقرآن كل ده يخليك في الحل دي فلا تجالس القرآن إلا وأنت على يقين من أنك محل أنك محل نظر الرحمن فلا تجالس القرآن إلا إذا كنت متوقنا أنك محل نظر الرحمن طبعا أنا ما بحسش بدا ردد على قلبك ده ونزاك أنا بفيه دعاء لطيف ممكن نبتدي به الإجراءات لما تجي تجالس القرآن تقول إيه يا صاحب هذا القرآن أسألك أن ترفع عن قلبي كل حجاب وكل ران حتى إذا تلوت كلامك رأيتك رأي العيان يا سلام فلما تحس بأن أنت ترى الله هي من الأشياء التي تخليك ترى الله أسأل من ليس مع أن رؤية الله هو الإحاط ولكن رؤية الله اليقين من أنه يراك اليقين معنى أنه يراك مش بس نوع يشوفك يعني حشاه ولكن أن تكون في حضراتي أن تعرف أنك في حضراتي فلما تكون بتتلق قرآن أنت في حضراتي أنت في حضراتي إيه دايما كان يعلمون ما شيخنا أن أنت وبتتلق قرآن لازم تحس أن أنوار القرآن بتنزل هو صحيح أنوار نزول القرآن وأنوار البعثة نزلت على حضرة النبي لكن كلما تلوت القرآن كلما نزلت معه أنوار أنوار إيه فاذكروني أذكركم فالقرآن لا يطلق إلا وينزل نور كلما تتلق قرآن كلما ينزل نور فلازم أن أنت تكون مستحضر أن أنت محل نظر الله محل الوصال تاني حاجة من الأداب المهمة وأن أنت بتجالس القرآن أن أنت لما تجالس القرآن عليك بالحشمة حشمة يعني إيه ما تجالس القرآن وكأنك بتقرأ رواية لكن تحتشم فكر حديث رسول الله لما دخل سيدنا عثمان فرسول الله سأسمى خطة فقالوا لماذا فعلت قال لا لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ولا أحتشم بشيء إذا تلي اقشعرت الملائكة واقشعرت جلود الذين يتقون الله فلازم أنا كمان يبقى عندي حشمة وأنا صحيح لما حد بيسألني هو أنا ينفع أقرأ القرآن على وضع كذا أو وضع كذا بقول له آه اقرأ القرآن واحدة دي تقول لي أنا ممكن أقرأ القرآن وأنا مش لابسة حجابة أقول لا آه أقرأي لكن أهم حاجة حشمة القلب الحياء والمعنى إن أنا بقرأ كلاما ليس كأي كلام طب وحشمة القلب دي دي إزاي بالتهيئ إن أنا أتهيئ أنا سأذهب لأقابل مولاي أنا سأذهب إلى لكي يسمع قلبي كلام مولاي يبقى أول حاجة أنت محل نظر الحاجة التانية أنت محتشم يعني إيه محتشم ما فيش لا مزاح ولا هزار في أدب في إجلال في تعظيم وكلما عظمت كلما رزقت حاجة التالتة والأخيرة لا تعبأ بحديث النفس بأنك لا تفهم ولكن عليك إذا لم تفهم أن تسأل يبقى ثلاث حاجاته أنت محل النظر احتشم وأنت تقرأ القرآن ثالث حاجة إيه اسأل إنما شفاء العيه السؤال والسؤال ده مفتاح باب الجمال وخاصة أن القرآن هو اللي قال لك كده فاسألوا أهل الذكر والقرآن أي ذكر فمن كان من أهل الذكر في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دي ثلاث حاجات إيه بقى نعمله عشان نقدر نجالس القرآن لابد أن يكون عندك ورد من القرآن والورد ده ما يكونش بشكل أو بآخر الورد ده لازم في الحقيقة الورد يكون فيه انتظام وفيه استمرار فأنت لابد أنه يكون عندك ورد من القرآن والورد ده ما يكونش بشكل أو بآخر أنت فيه بتقرأ بس وإنما تقرأ وتنظر وتتدبر وتطرب من الله سبحانه وتعالى التوفيق الإجراء الثاني أنت لما تجي تقرأ القرآن الكريم وتقبل على الله سبحانه وتعالى بتلاوت القرآن الكريم اجعل للقرآن الكريم حالة من حالات المناجاة مع الله أنت بتقرأ القرآن اقرأ القرآن وإنت قلبك بتعلق بالله يعني اقرأ القرآن وإنت بتقول له أنا أعلم أنك تحب هذا الكلام لأنك لو لم تحب ما أنزلته على حبيبك فهذا كلام كلام تحبه أنزلته على قلب حبيبك فبحق هذا الحب اجعل قلبي محبا لهذا القرآن ومحبا للدخول عليك من باب القرآن يا رب العالمين الحاجة الثالثة بعد المناجاة كمان أن أنت يبقى أول حاجة لا يقف قراءتك القرآن عندك قراءة حروفي بل عليك أن تتدبر وأن تنظر الحاجة الثانية أن أنت لازم كمان بشكل كبير جدا جدا يبقى عندك طلب من الله سبحانه وتعالى ورجاء من الله أنه بحقك هذا الكلام المبارك الذي يحبه أن يجعل قلبك محبا لله سبحانه وتعالى ويدخلك عليه من باب القرآن الحاجة الثالثة كمان اللي أنت لازم تعملها وإنت بتجالس القرآن أن أنت لا بأس أن أنت تروح كل يوم يبقى عندك سؤال وتتعلم مسألة جديدة في القرآن الكريم تروح لأهل العلم وتسألهم تسألهم عما خفي عنك من معاني القرآن تدبرت وإنت مش من أهل العلم فما فهمتش فتروح تسأل زي ما سيدنا عمر سأل عن الأب سأل سيدنا عبدالله بن عباس فأجابه فقال شقيته إذا تكلمت في القرآن بغير علم بس القرآن لأنه واسع فما فيش مانع جدا جدا تروح لحبر أو بحر عشان يجعلك تشرب من شهد هذا القرآن ويا سلام لو كمان سمعت تفسير آية وجعلت تفسير الآية ده وتمحور من محاور حياتك زي ما ناس كتيرة جدا جدا بتسمع التفسيرات من حد زي إمام الدعاء فضيلة الشيخ الشعراء وتسمع منه آية وتفضل تسبح فيها في يومك لو عملت الأربع حاجات دي هتحس أن أنت من أهل القرآن في شهر القرآن وتحس أن أنوار الرحمن تجلت في قلبك فغلس أنت منك الأرواح والأبدان وجعلت وكأنك حاضرا في حضرة الرحمن تنظر إليه نظر العيان يا رب العالمين رزقنا واحفظنا وأكرمنا بالقرآن في رمضان واجعل هذا بابا واسعا لنبقى في حضراتك يا كريم يا عليم يا رحمن يا رب العالم بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بلنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر